شهدت قرية الجزائر بمحافظة الوادي الجديد ختم أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حيا كريمة والتي استمرت لمدة يومين وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 450 حالة من أبناء القرية من جانبها أوضحت مدرية الصحة بالمحافظة أن قوافل المبادرة الرئاسية حيا كريمة نجحت الشهر الماضي في توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى حيث تم الكشف على ما يقرب من 5000 حالة استفادوا من أعمال المبادرة الرئاسية نحن على مدار الشهر الماضي تم الكشف على حوالي 5000 مواطن من سكان الوادي الجديد في القرى الأكثر احتياجا والقوافل دي تم الفحص الإكلينيكي بالنسبة أو توقيع الكشف الطبي على المترددين وعمل الإشاعات والتحاليل اللازمة بالإضافة طبعاً أنه لو فيه حد محتاج تدخلات جراحية بنحاوله الأقرب مستشفى وبتلقى العلاج هناك العلاج الجراحي ولو فيه أي أدوية بتصرف في القوافل طبعاً لكل المترددين بتصرف بصورة مجانية ترجمة نانسي قنقر